انفراجة جديدة ومرحلة مختلفة من التعاون المشترك تشهدها مصر وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوتر والقطيع والآن وبعد تفعيل المصالحة تعود عجلة الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين ها هي القاهرة تفتح المجال الجوي أمام رحلات الطيران القطرية وتستقبل أولى رحلاتها لمطار القاهرة اليوم ومن أهم المشاريع التي ستستأنف على الفور افتتاح فندق سنت ريجيس بكورنيش النيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر ب138 مليون دولار وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتتركز الاستثمارات القطرية في مصر بعدة قطاعات اقتصادية تتصدرها الاستثمارات في قطاع الخدمات التي تستحوذ على نحو 80% من إجمال استثماراتهم في البلاد وأشار خبراء الاقتصاد إلى أبرز القطاعات الاستثمارية المقترحة ما بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة وهما الاستثمار في المنشآت السياحية في المدن الساحلية بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع التعديني وهو ما يبشر بانتعاش اقتصادي بالرغم من نقاط الخلاف التي ما زالت عالقة بين البلدين ترجمة نانسي قنقر